السلام عليكم في فيديو النهاردة هنعمل مكارونة المستعجلين ايوه مكارونة سريعة جدا كده في حالة واحدة وفي نص سارة هيكون عادينا وجبة كاملة متكاملة ما يتكلش جنبها غير صلطة او كمان مخلل لو ما عندناش وقت للصلطة ممكن تضيفه او تشيله مكون زي ما انتو عايزين مش عايزينها بفراج خالص احنا نعملها بالدجاج النهاردة مش عايزين نعملها بالدجاج عايزين نعملها سيدة برحيثكم هو كل الغرض من الفيديو ان احنا نعمل حاجة سريعة وبرحيتنا بقى نضيف ونشيل اي حاجة احنا عايزينها مفيش مشكلة هنعملها بدجاج هنعملها بلحمة هنعملها سيدة بس بخضار زي ما تحبوا يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي في حالة واحدة وفي نص ساعة مابتقيا كده زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده انا دايما مخزين عندي صدور دجاج ووراج دجاج متابلة ببصل وملح وفلفل في الفريزر اسحب منهم وقت ما انا عايزة كل صدرين او كل وركين في كيس احتاجت اكتر اسحب كيسين عشان ما سيحش وبعدين اجمد وده مش كويس خالص خلاص انا خدت كده ثلاث صدور من انا اولاد يمتبلعهم وحقطعهم لشرائح عريضة مش رفيعة برضو الحجم ده يرجع للي انتو بتحبوه انا حب الحجم ده عشان مكونتي من صغير عشان كده عايزاهم يبقوا تقريبا قد بعض يلا بقى نشوف بقى المكونات عندي طماطم مقطع زتون مخلي مقطع فلفل الوان بصل صلصة والماشروم اللي احنا مخزنينه اللي هحط لكو برضو الفيديو للي ما يعرفش ازاي نخزنه وهو فراش هحط لكو الفيديو تحت وكمان في اخر الفيديو بحلة بقى على النار او واق او اي حاجة تحبوا تعملوا فيها انا بحب قوي الواق دي اللي هي الصيني دي اللي عاملة زي اللي بيعملوا فيها الخضار الصيني وكده بحب جدا اعمل فيها خصوصا لو حعمل حاجة حلة واحدة نزلت الزبدة وبردو المادة الدهنية دي حاجة ترجع لكم خطيت عليها شوية من زيت الزتون وحنزل بقى دلوقتي اول حاجة بالدجاج انا بحب انزل دايما لو عندي لحوم او دجاج انزل بيها الاول وبعدين اضيف اي حاجة تانية في ناس تحب تحط البصل الاول لا انا بحب احط الفراخ الاول نزلت بقى بالدجاج وحطيت عليها رشة اوريجينوم وبعدين هسيبها بقى تستوي لغاية لما تبقى شبه تسعين في المية ابتدي اضيف الاضافات التانية طبعا انا مسخنة الواق او الحلة عالية قوي علشان ما تنزلش اي مية نزلت هنا بملح وفلفل وحقلب وبعدين مستعدة انزل بالبصلة لان الفراخ شبهة حمرت هنزل بالبصلة هقلبها تقلبتين مع الفراخ لان انا مش عايزها تبقى بينة جوه الماكارونا ما عندكيش بصل وما عندكيش وقت حطي بصل بودرة بدالها بس هيبتدي طعام حلوى قوي هنا خلاص انا دلوقتي ممكن ابقى مستعدة ان انا انزل بالصلصة هنزل بقى بمعلقة الصلصة الكبيرة وحقلبها انا كده كاني عاملة مكارونة بيزا ونزلت هنا برشة من التوم البودرة برضو ده اختياري زي ما تحبوا عايزين تدفوه او لا برحتكو ونزلت بقى بمية حوالي لتر الا وبع مية على كيس الماكارونا 400 جرام ما تكتريش في المية نزلت هنا بمرق ده جاد برضو ده اختياري برحتكو خالص مش هنكتر في المية لو احنا محتاجين مية بعد كده نحط بس مش عايزها تبقى عيمة عشان كمان لو كترنا في المية الماكارونا هتعجل معينا هنزلت بقى بربعمية جرام بتوعي من الماكارونا والخضار طبعا هنعمل الكمية اللي تعجبنا والخضار اللي احنا عايزينه اي خضار عندك في التلاجة حطيه ولا همك خلاص انا كده هرطي هخليها على نار متوسطة لواطية ولا عالية لغاية ما الماكارونا تستوي كل حاجة تانية مستوية انا بس مستنيا الماكارونا تستوي وما تنسوش ان انا حطيت المادة الدهنيها زبدة عشان انا مش هسلق الماكارونا فمش عايزة الدنيا تلزق في بعضها عايزة هتبقى مفلفلة وحلوة انا فتحت وقلبت وغطيت تاني بشوف كل شوية الماكارونا وصلت للمستوى اللي انا عايزة انها استويت ولا لا بصوا شكلها الدهو يتسرق عشان لو حسينا ان هو الماكارونا بتاعنا محتاج مية اكتر هنزوت بس ما نحطش العكس ما نحطش مية كتير ونلاقيها عالجند بصوا اي شبه استويت وشكلها وريحتها بقى مش قادر اقول لكم جميل انا هنا اخترت ان انا حط عليها في الاخر رشة من الريحان عايزة اقول لكم ان ممكن نحط كمان ارفع طعمها بيبقى حلوة قوي في الماكارونا دي وخلصنا كده اسرع مكارونا في الوجود بعد ما حطينا الريحان ريحته بقى بتطلع بتطلع بتحفة تحفة تحفة عندنا اختيارين انا حطها في طاجن وحط على وشها جبنة واحطها عالشوية تحت الشوية تسيح اهو بصوا هحط الجبنة ويدوبك عالشوية خمس دقيق بالكتير سبع دقيق هتسيح وممكن جدا ناكلها كده عادي وطعمها جميل جدا حسب وقتنا والحاجات اللي عدنا في التلق انا هنا عملت الحاجتين حطيت حبة في الفرن تحت الشوية وحبة اللي عايز ياكلها كده وده بقى شكلها بعد ما طلعت طعمها وريحتها يجننوا وعملناها في حلة واحدة وبصدرين او تلاتة فراخ لو احنا مجاهزينهم في الفريزرم التابلين مش هياخدوا مننا وقت خالص اسرع مكونا في الدنيا وطبعا زي ما احنا عارفين المكارونات لازم تتاكل في ساعتها وهي سخنة مش حلو انها تتسخن ومش حلو انها تطعد شوية نعمل على قد اللي هناكله علشان اقعدها ما بيبقاش حي تابعوني لسه عندنا افكار كتير جديدة هنعملها عملوا لايك وشير علشان هنجيب المطعم لحد البيت باي باي علشان هنجيب المطعم علشان هنجيب المطعم علشان هنجيب المطعم علشان هنجيب المطعم علشان هنجيب المطعم